ما زلنا نواليها تقديم هذه النشرة من الفضائية الشادية والآن إلى الشأن الديني حيث دشن مؤخرا نائب محافظ إقليم السلامات محمد صالح حجازي بقرية ألبان جديد الخلوة القرآنية التي بنيت من قبل جمعية الشباب من أجل التوعي والتعليم بمدينة أم التيمان كان ذلك بحضور ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لفرع الإقليم وعدد من الأئمة والمشائخ والدعاة تقرير الحسين النور يوسف ضمن انشطتها الاجتماعية والتربوية التي تقوم بها جمعية الشباب من عجل التوعي والتعليم بمدينة أم التيمان قامت هذه المرة بافتتاه خلوة قرآنية لصالح سكان قرية البان جديد التي تبعد بحوالي 12 كم من مدينة أم التيمان وخلال ترعوسه لهذا الحفل نائب محافظ السلامات محمد صالح جازي ممثلا لحاكم الإقليم أشاد بهذه الخطوة التربوية التي قامت بها جمعية الشباب من عجل التوعي والتعليم مؤكدا بأن افتتاح هذه الخلوة يساعد بطريقة أو أخرى في تعليم وتربية عبناء هذه القرية سيما أمورهم الدينية من ناهيته ممثل المجلس العالى لشؤون الإسلامية فرع مدينة أم التيمان الشيق محمد إدريس النمى سمن هو الآخر هذه البادرة التي قامت بها جمعية الشباب من عجل التوعي والتعليم ساردا أهمية تعليم القرآن في الوسطة الاجتماعي كما أضاف بأن مثل هذه القرى بحاجة للمؤسسات الدينية طالبا من السلطات الإدارية بالمنطقة رعاية مثل هذه البوادر التي يقوم بها الشباب في كلمته الخطامية رئيس جمعية الشباب من عجل التوعي والتعليم بمدينة أم التيمان جوني موسى داود قال إن الجمعية تساعدوما إلى رفع الوعي الاجتماعي بالمنطقة مؤكدا بأن هناك مشاريع تربوية واجتماعية أخرى مماثلة ستنفز في القريب العجل وفي نحاية المناسبة تم افتتاح الخلوة رسميا من قبل مماثل حاكم الإقليم وعدد من الحدود